موسيقى السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام إن شاء الله بحول الله وقوته شكو اللي يبغي يحيد النحس ويطرد التوابع شكو اللي يبغي يحيد المشاكل اللي عنده في الجسد دياله عنده نباضات عنده قلة السادة عنده قلة الميمون دائما محتار بزهره البنات اللي عندهم مشاكل في الزواج صالح عليهم هذه الوصفة الناس اللي تقلبوا على العمل الناس اللي عندهم ركود ركود هو توقيف الحال في العتبة وفي حياتهم إذن تنتمنى الله سبحانه وتعالى قبل ما نبدأوا نصليوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي في الله اليوم معنا وصفة مترتقة وصفة خطيرة ديال الزبيب والما غادي تديريها مع الفطور غادي تديريها مع وقت الفطور توجدها إن شاء الله ما تتخدش من وقتك بزاف ولكن غادي تديريها وصفة النية الناس اللي عندهم توقيف الحال الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم إما ما تتزوجوش وإما إلا مشات للشغل تجي عيانا تجي بطاقة سلبية إذن بغينا يكون عندنا إن شاء الله قبول ومحبة بيني وبين الناس كين الناس اللي مزوجين ولكن ما عندهم مش لك المحبة والمودة كين المرأة اللي عندها طاقة سلبية مع الزوج ديالها وكين البنت اللي مخصة ولو ولكن ما عنداش القبول دائما هذه النظرة مع الناس ما تبغيوهاش وما تتقبلش سبحان الله تشوفيها في أول نظرة تتلقيها تلقيها عندها طاقة سلبية تيجي من العارض العارض اللي مسبب لك مشاكل ومسبب لك توقيف الحال العارض تيدخل من العين والحسن العارض تيكون عنده عنده في وجهك تيكون في الوجه ديالك وتيخيبك مع الناس إذن هاد الوصفة غدريها في رمضان هاد شي اللي باقي في رمضان وإن شاء الله تقدري تعتمد عليها دائما في الأيام البيض في أيام البيض هي 13-14-15 في الشهور العربية تبدأ يديرها باش ترضي النحس والتابعة ولكن اليوم غادي نعطيكم باش تحيدوا التابعة وفي نمس الوقت تزو قبولكم دائما نعطيكم جوش وصفات باش تستعنوا بالأمور ديالكم إذن بغينا نطردوا التابعة بغينا نهزوا قبولنا باش نكونوا إيجابيين باش تكون عندنا واحد نظرة زوينة مع الناس إذن البنات اللي عندهم عوارد راتي تعطلوا في الزواج البنات اللي عندهم مشاكل راتي تعطلوا في العمل ولو تقرأ ولو أنها توصل ضروري تكون عند تعطيل الأحوال في كل الأمور إذن بغينا نطردوا التوابع بغينا نكونوا إيجابيين ضروري نديروا هذه الوصفة إذن أنتوكلوا على الله ونعطيكم هذه الوصفة ولكن أحبابي خلوا لي لايك ما تنسوش لي لايك باش تدعموا القناة اللي يخليكم حاولوا تكونوا كورماء في هات شهر رمضان طلعوا لنا شوية القناة القناة في نزول لأن الناس ما تنسوش لي لايك وما تدعموش الفيديوهات إذن نبغينا نكونوا إيجابيين بالماء والزبيب نحن في المغرب نقولوا الزبيب أما في الدول العربية تقولوا العنب المجفف العنب المجفف وهذا هانتما العنب المجفف غادي إن شاء الله تاخدوا خمسة دراهم هذه غير خمسة دراهم أو عشر دراهم غادي ناخدوا كأس الماء دائما مع الفطور مع الأدام طاقة نورانية طاقة إيجابية طاقة اللي غادي زعطيكم دائما نور على نور يهدي لنوره من يشاء إذن بغيتي يكون عندك قبول وعلى أخير غادي تدري هذه الوصفة إذن غادي مع وقت الفطور أتكوني واخد كأس الماء وقرأت عليه اسم يا جبار يا جبار يا جبار سبع مرات أجبر بخاطري يا جبار يا جبار أجبر بخاطري في العمل في الزواج في كل الأمور إذن اسم الجبار قوي جدا لأن اسم الجبار يعطيك سؤلك في كل الأمور حطيتي على أي حاجة بغيتي العمل بغيتي تحيدي النواحس بغيتي يكون عندك طاقة إيجابية اسم الجبار بغيتي تضيفي عليه اسم العزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز سبع مرات أخرى يا عزيز عزني مع جميع الناس إذن عندنا جوج أسماء من أسماء الله الحسنى لأن أسماء الله الحسنى من أقوى الأسماء يا جبار يا عزيز يا جبار يا عزيز أجبر بخاطري في كذا وكذا أو اسم يا عزيز يا عزيز يا عزيز حتى أكمل سبع مرات وأقول يا جبار أجبر بخاطري يا عزيز عزني مع خلقك نساء ورجال تكوني إن شاء الله عندك طاقة إيجابية بأسماء الله الحسنى وغادي نقرأ على هاد الزبيب أو العنب المجفف غادي نقرأ واحد الآية من صورة الحج اللي غادي إن شاء الله تجيب لك الخطيب تجيب لك الحبيب تجيب لك العمل تردع لك النحوسات من أقوى من أقوى الآيات لي سبحان الله صالحة للبيع والشراء صالحة للبنت المعطلة عن الزواج يريد دوموا عليها اللبنت المعطلين عن الزواج يدوموا على هاد الآية اللي غادي نعطيكم إن شاء الله بحول الله وقوتي إذن قرينا علماء اسم العزيز والجبار ولكن عندنا الزبيب اللي غادي نفطر به على الريق الناس لمتي ياخدوش العنب المجفف يديروه على الطمر على الطمر إذن غادي نحاول إن شاء الله ناخد سبع حبات ديال الزبيب غادي ناخد سبع حبات وغادي بحول الله وقوته غادي نذكر الله باش يذكرني وغادي إن شاء الله نقرأ لهم هذه الآية هذه الآية جحل غادي نقرأها غادي نقرأها ثلاث مرات غادي إن شاء الله ناخد سبعات الحبات وغادي نقرأ هذه القراءة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لنقدر الدعاء من كل فج عميق إذن قريتها ثبع مرات أو ثلاث مرات أو خمس مرات انت في الاختيار لما قدرتش قرأها غير مرة واحدة وغادي تشوفي الخير والبركة والدعم الإلهي لأنها سبحان الله العظيم هذه الآية من سورة الحج سبحان الله يأتيك رزق ويعطيك الله سؤلك في كل الأمور وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هذه الآية بعد ما قريتها العدد المذكور غادي نحاول أنني نتناولهم مع الريق مع الأدان مع الماء مع هذه الحبات نقدر نزيد أكثر بالفرد فقط تخدو حتى 11 حباء أنتم في الاختيار وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إذن الله سبحانه وتعالى هذه الآية سبحان الله لها طاقة نورانية الوقت اللي نتناول هاد العنب المجفف ونشرب الماء نذكر حاجتي نذكر الحاجة ديالي لأن الوصفات الربانية ولو تكون فيك العادة الشهرية تقدري تديري هاد الوصفات إذن أحبابي هاد الوصفات اللي سنحطوه كلهم تقدروا تديروا احتربعة تخمسة راهما كلهم ربانيين ما يستحقوش أنك تشكي تقولي وإش نقدر ندير هادي أو ما نديرش هادي تقدري تديري مجموعة وصفات كل يوم نديروا ورحمانية غا تكونيها طاقة نورانيات اللي عندك في الجسد ديالك وغادي تحييدي جميع التوابع إذن هاد الوصفة نقدر نديرها كل يوم في هاد شهر رمضان ولكن ما يجي يخرج رمضان حتى ربي يجبر بخاطرك ربي من كرمه لأنه اسمه الكريم إذن أحبابي هاد الوصفة الناس اللي معطلين على العمل الناس اللي عندهم توقيف الحالة في الزواج ولا في كل الأمور نخلي شيء قليل من الماء وغادي نقرع عليه الآية والرش العتبة الناس اللي بغين الزواج الناس اللي بغين تجارة الناس اللي بغين تجارة حتى الناس اللي عندهم الصالونات يرشوا الصالون ويحاولوا تناولوا هاد شحيدوا النحس ويطردوا التوابع وأدن في الناس بالحج يأسوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إذن هاد الصورة من أخطر الصور هاد الآية من أخطر الآيات لوضع الله في صورة الحج سبحان الله لها طاقة نورانية لها طاقة رحمانية بها يجيب الله الرزق ويجيب الزواج ويجيب كل حاجة زينة إذن تنتمنى لكم حد سعي تنتمنى شهر رمضان يتكملوا باستحاول عفية واللي عندهم أي مشاكل ياربي يحقق لهم جميع العماني بحق محمد وآل محمد أحبابي خليوا لايك ودعموا القناة وبرتاجوا هاد الفيديوهات وحاولوا تخليونا واحد لايك والناس اللي باغين يتعبونوا مرحبا بهم ألف مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا